عشان ترفع رنكات اللعب في ففا همبيل كونت بتحتاج لعيبة عادية وبتقاط تصنيف غير معزز المهارة وكان حوار مش مكلف يعني ولكن عشان ترفع رنكات اللعب في ففا همبيل حوار اختلف تماما فالنهاردة هقولك ازاي تدرب اي لعب وترفع مستوى في ففا همبيل مصلى على النبي وخبط اللاك الجميل ويلا بين عندنا اللعب اللي هنخوض بي التجربة النهاردة هو اللعب جونسون اللعب ده بصراحة جدعان اللعب كويس اوي ومستوى ما يكونش ادي كده ولكن انت لو اتطورته وديت له رنكات اكتر من كده اللعب يكون كويس اوي انا بلعب بفي التشكيل الاسية واللعب بصراحة يعني تهرنكو حلو بيلعب برجل الشباب برجل يومين كويس اوي وبرضو في الرئاسيات برضو كويس لو خرجت له رئاسيات ولا حاجة لان هو ساعات اه اوسيمين ده ساعات اه يعني بيسيب مركزه وده ساعات بقى ايه بيعني ده بيغط مكان اوسيمين يعني ممكن تلاقي اوسيمين نزل لنص الملعب يستلم كرة او حاجة ممكن برضو اوسيمين ينقل مركزه مثلا لمكان جريليتش كده فاناس عابب الاقي جونسون ده مكان اوسيمين بيلعب راس حرمة مش عايف ازاي بصراحة ولكن ده اللي حصل معي فاللعب بصراحة كويس اوي وانصح به انهم اللعب ده يكون موجود في التجربة بتاعتنا بتاعته النهاردة وانعلي المستوى بتاعه كما انت شاهدين كده المستوى بتاعه 82 هو اصلا مكانش 82 كانت تقريبا واحد 80 او 80 حاجة زي كده ولكن انا ديت له رانكات فانت بتضغط على اللعب وبعد كده بتروح على تدريب بعد ما تروح على تدريب او بيكون مثلا صفر او بقى اي رقم مسوى بقى انت ديت له تدريبات او لا ولكن دلوقتي خمسة في التدريب فانا اروح ادلو كمان خمسة اده واحد اثنين ثلاثة ماشي كده اعتقد اعيز كمان لعيبة تخش معا في التدريب ولكن انا مفيش معاي لعيبة ولكن انا هدلو التدريب ده دلوقتي بقى ستة في التدريب فنطلع كده وانروح بعد كده على اللاعب جونسون نديله طركات التصنيف بعد طركات التصنيف المفروض بيكون فيه هنا نسخة من نفس الكرت ده يعني عشان تدي فانكات للكرت ده او اي كرت لازم يكون معاك نفس النسخة ومعنى كده ان اللاعبه اللي معك من حدث المؤسسين اللي كانوا مم بقى قشف هي في فانبا وانتقلوا معك المواس بن جيد أفص ومبايل فانت لو كانوا معاك نسخة من نفس اللاعبه يديد دلوقتي quadratic ج dzieci height ولكن انت لو بنائكش نسخة من نفس الكرت ده فانت خلاص There's no difference by this card فانت دلوقتي احناентыم نستخده معك Regular warum 대표 rusher انا كنت شاري حوالي 6 نسخ من الكارت بتاع جونسون وال6 كروت وصلوا بالسلامة حمد الله بالسلامة حمد الله بالسلامة تكلفة ال6 كروت دول 3.150.000 كوينز فنستلم بقى الكروت دي وبعد كده نروح على التشكيلة بتاعتنا ندخل على التشكيلة بتاعتنا ونروح على كارت المعلم جونسون نعمله تركيات التصنيف زي ما شايف كده هتلاقي هنا الكروت الضافت وهتقدر تعمله رانكات زي ما تعود نختار بقى هنا نسخة هيقولك هنا الاحتمالية هتكون 50% فلو اخترنا كان واحده هتكون 100% فهنختار الاثنين ونعمل تركيات التصنيف زي ما انت شايف كده اللاعب انفجر انفجر على طول واللون بص لو لاحظت كده هتلاقي هنا اللي هي اللون ده كان اللونه ازرق دلوقتي بقى لونه اللي هو البنفسجي فكلما تدود رانكات اللون ده بيتغير معاه وده بيدل انه معاه رانكات اكدر فدلوقتي الأوفر أول بتاعها بيكون 83 بعد ما كان 82 ودلوقتي معنا نقطة في المهارة نقدر نزودها له في اي مهارة من اللي هنشوفهم دلوقتي عندك اول حاجة اللي هي التمرير لو اددت لوحدة في التمرير ان المعلم زي ما انت شايف كده التمرير الطويل هيزيد 3 ولتمرير طويل عنده 70 هزيد 3 التمرير القصير هيزيد 3 وكان عنده 75 فهيبقى 78 عندك الرؤية عندك الرؤية بتاتي اللاعب في الملعب وكده يعني زي ما انت شايف كده 76 هتكون زائد 3 لو جينا للمهارة هتكون اثنين لان انا كنت عطيله واحدة قبل كده فهتكون اثنين كما شايفكه اتصارك عنده 107.3 وعنده ردوده 539 ثانا عنده الرشاقة 102.3 ننشيل النقطة نجي تع belly للمروغة المروغة عنده صعه 102 في الرشاقة 1003 مرة حتى المهارة يع المروغة بضم القاعدة مع الرشاقة 82.3 برضو عندك المراوغة 88.3 فانت يعني عندك التمرير عندك المهارة عندك المراوغة عندك بقى هنا حاجات تانية بيقولك هنا ده بيتحرر لما توصله للمستوى التالت احنا نعتبر حاليا في المستوى التاني انا في المستوى التاني اعتقد يعني لو انت ملاحظ هنا ان المركز بتاع جونسون حاليا بلعب جناح يمين ولكن دلوقتي بيقولك هنا اجمالي 94 ده في مركز فدلوقتي كل ما تديله رانكات اعلى ده بيتحلك مركز او مركزين اعتقد يعني انه يلعب فيهم بمستوى كويس لان حاليا نحن نعرف جونسون مثلا دلوقتي بلعب في الجناح اليمين ولكن لو جيت حطيته يعني لوقتي جونسون من غير يعني اخيال كده معي جونسون من غير اي تدريب من غير رانكات لو انت جيت حطيته في مركز غير مركز الار دابليو هتلاقي المستوى بتاعه نزل حوالي عشرة ولا اكتر من عشرة كمان ولكن دلوقتي لما بتديله تدريب وتديله رانكات اللعبة بتديلك مركز او مركزين كحد اقصى يلعب فيهم يعني باجمال كويس عن المركز الاساسي يعني دلوقتي بيقول لك الاجمالي لو لاب في الار دابليو هيكون مية في المية وفي مركز اللي سترايكر هيلعب نسبة 94 في المية كاجمال بعد ما توصله للمستوى الثالث ويقول لك بعد تعكم في الكرة ومرغة وتمرير وكل دول هيزيده ستة زي ما انت شايف كده الارقام قدامك والمهارة دي اسمها مهارة صنع الالعاب وبعد كده برضو لما توصل للمستوى الثالث عندك مهارة تانية اسمها مهارة منشئ الثغرات وبعد كده في مهارة اخيرة معانا واسمها مهارة جناح متناوب وزي ما انت شايف كده هيكون دي الارقام بتاعته بعد ما يوصل للمستوى الثالث فاحنا دلوقتي يعني مثلا لو جانينا على المهارة البارعة بيزيد حوالي تلاتة في المستوى بيزيد في كل في مثلا في التصارع عندك عدود الفعل عندك رشاقة بيزيد تلاتة ولكن عندما توصل المستوى الثالث يزيد 6 يعني كل ما تعليف الرنكات سيزيد نقط اكتر فانا هروح على المهارة البرعة وهدي له النقطة بتاعة المهارة دي هدي له في المهارة البرعة وزي ما نشايف كرة التصارع عنده هيكون 107 هيكون رود الفعل 79 زايد 3 والتصارع 107 زايد 3 والرشاكة 102 زايد 3 طبعا ده يرجع لك انت انت عايز تعليف المراوجة عايز تعليف التنظير وصلت بقى المستوى الثالث وعايز تعليف الحاجات التانية دي يعني ده يرجع لك انت ويكون اللاعب ده يعني انت المتحكم فيه فانا هعمل اللي هي بتاعة المهارة البارعة دي وهعمل تأكيد وزي ما نشايف كده المعلم جونسون وصل لـ 83 ولكن لو انت بقى عايز تديله رنكات اعلى بعد كده تروح اول حاجة على التدريب يعني ما تروحش على رنكات على طول تروح على التدريب وبعد كده تديله حوالي خمسة توصله للمستوى المساعدة العاشر وبقولك اقصى حاجة بيكون 20 في التدريب عند الوقت يوصلته لـ 6 فانت وصله مثلا 5 في 5 يعني كل المستوى بيكون 5 على ما اعتقد يعني المستوى الأول بيكون 5 المستوى التاني بيكون 10 فانت هتروح تدرب اللعب اول حاجة بعد ما تدرب اللعب اتروح جاي على التاني وضغط عليه وتروح على تركات التصنيف وتديله بقى شوف انت هيطلب منك كم لعب عشان يديله رنكات كتير ولكن اعتقد هو انا طالب مني لعب كتير عشان ما اديتلوش تدريب اعتقد يعني انه بصراح ما جربتش فانت تروح تدرب اللعب الاول وبعد كرة تجد الديولو رنكات والارقام بتاعته هتزيد معاك والنسخة بتاعت اللعبة هتزيد معاك نجمع النقطة مهمة معظمكم ممكن ما يكونش عارفها لوحظت هنا هتلاقي النسخة الاصلية بتاعت المعلم جونسون سعرها كما معلم في السوق سعرها 500 ألف كوينز ولكن بقى النسخة المطورة من نسخة جونسون بتيجي بسعر 2 مليون و 500 ألف كوينز لو تفتكروا في لعبة فونبايل ما كانش ينفع تبيع اي لعب بالرنكات بتاعته كان لازم تطلق الرنكات لأي لعب تاني عشان تعرف تبيعها ولكن هنا في لعبة فونبايل تقدر تبيع اي لعب بالرنكات عادية جدا ولكن لما تجي تبيعه ومشي تبيعه طبعا بالسعر اللي هو بتاع النسخة الاصلية لا انت تبيعه بسعر اغلى من كده لان اللعب ده مع رنكات ولعب مطور نفس الكلام برضه لو انت تشتري مثلا نسخة جونسون او نسخة اي كارت لو جت تشتري المعلم جونسون لو جت هنا على الايئونا دي هتجه هنا معلم فيه اسعار كتير قوي عندك بعد النسخة اللي هو العادية اللي هو النسخة الفوق دي النسخة ده عادية مش مطورة وسعرها اللي هو السعر الاصلي 500 ألف كوينز ولكن بعد لو جت هنا تجه اصعار طنية كتير وكل سعر حسب التطوير أو حسب اللعب ده مع رنكات قد ايه فسعر اللعب يختلف حسب التطوير بتاعه لو جاءنا مثلا على اعلى نسخة للكارت بتاع جونسون هيكون 85.000 هيكون ده اعلى رنك تقريبا وسعره 8.080.000 والكلام ده طبعا هينطبك على اي كارت يعني لو جاءنا هنا على السيرش وجاءنا مثلا هنا نختار لعب مثلا في المركز الاسترايكر نختار لعب هنا استرايكر ونعمل بحث هيجي لنا هنا نسخ كتير من كروك كتير في مركز الاسترايكر نجي مثلا هنا على هيلند النسخة العادية نعمل شراء نجي هنا هيلند يجي بـ 91.000 في النسخة العادية وسعره 12.200.000 لو جاءنا هنا بقى على الايكونة دي نجي هنا نسخ كتير من هيلند برضه لو جاءنا مثلا هنا على اعلى نسخة من هيلند والتي بسعر 175.000.000 والـ 96.000 فالحقار ده بصراحة كويس ان انت ممكن تشتري اي لعب انت عايزه مطور جاهز من خير بقى ما تقوم بتطور في اللعب وتجيب لعيبة وتعمل نسخ وبتاع فانت ممكن تشتريه بكل سهولة مطور جاهز واعتقد دي ان السعر مش يختلف لو انت جيبته وطورته يعني انت عشان تجيب مسلا هيلند عشان تطوره هجيب منه كذا نسخة يعني النسخة العادية من هيلند سعره حوالي 12.000.000 او قول مسلا 13.000.000 بالضريبة وكده فانت مسلا لو جبت من هيلند حوالي 10 نسخ هتخشي لك مسلا في 130.000.000 ولا حاجة وعندك بقى لعيبة عشان تدربه يعني ده غير الرنكات يعني الحوار كله يعتبر نفس السعر اللوه كامل اللوه حوالي 175.000.000 ولكن بعض الضريبة اقول مسلا 180.000.000 لعاجة فالحوار ده بصراحة كان عام كويس قوي لو انت عايز تشتريه لعب مطور جاهز وترايح دماغك فتشتريه على طوله لو جاي نرجع بقى للمعلم جونسون تاني هتلاقي مركز اساس بتاعه RW باللون الاخضر ومركز اللوه التاني بتاعه هيكون بالنوب رتقيني عشان مش هيكون يعني بنفس الوفر في نفس المركز ده فلو راجعنا بقى هنا عالتشكيل السعر بتاعتنا ونجيب المعلم جونسون هنحطه مكان المعلم اسيمين هتلاقي المعلم جونسون باوفر اول 78 اعتقد يعني على ما تذكر يعني لما كنتم بحطه في مركز السترايكر قبل ما تدول قد رنكات كان بيوصل تقريبا لوفر اول 70 لان ما كانش بلعب في المركز ده ولكن لما طورت ودتلو رنكات بقى الوفر اول بتاعه 78 في مركز السترايك بلعب في المركز ده بنسبة 94 في المية ولكن في المركز اللوه ارديبل وبلعب فيه بنسبة 100 في المية فالحوار بس اتخلص اجرعان ولكن هيحتاج كوينز كتير للاسف فالنفترض انت معاك النسخة العادية من هلند يعني سعرها 12 مليون وتحتاج حوالي 10 نسخ ولا حاجة عشان تدربه يعني يقول دخلنا كده في 120 مليون على الحاجة ده غير بقى الضرايب فانت عشان تدرب كارت مثلا زي هلند هتحتاج كوينز كتير اول فالحوار كويس وليس كويس في نفس الوقت يعني كويس في ان مش اي حد هيقدر يطور اي لعب بسهولة هيكون في قوة صعوبة عشان تبني تشكيلة قوية مش هتلاقي لعب معها تشكيلة بتحصلة اوهر قد 140 رикс الى اللي طحتك مثلا اوهر قد مية لسه recognition LunarNetبيالميين فتاع .... اي لعب عشان يبني تشكيل كتير فده كويسة اول ان مش اي حد يعمل من تشكيله وليس كويسة بل الاسف باقت BURdir كتير كولوية عشان تحمل تطوير لاي كارت يعني يعني عندك كارت زي ماعلم جونسون ده سعره في الأصل 500 ألف كوينز ولكن عشان وصلنا الأوفر أول تاتي 880 دخلنا في 4 مليون فده يكبر اللعيبة انها تلعب اللعبة كتير عشان تجمع كوينز كتير وممكن برضو في ناس تشحن وكده فمش عارب بصراحة يا اللعبة يعني مسأصادة النقطة دي عشان اللعيبة تلعبها كتير ولا عشان تكبر اللعيبة انها تشحن وكده بصراحة مش عارف بس كان شابه تمنى كل استمتعتم وتمنى كل استفدتم ولو حد عنده اي صفصار او اي حاجة اكتبلي في الكومنتيات وان شاء الله هعمل فيديو مخصص عن المشكلة دي باستفادة وبس كان شباب اشوفك الفيديو الجاي